خلينا نحكي شوية عن طفولتك تتذكري شو اشتغلت من انت بصغيرة؟ ايه شو اول جوب كان؟ اول شي طبعا انا الوالد الله يذكره بالخير يملك نوادي للفروسية فطبعا كان عمري يمكن عشر سنوات طلبت اول مرة ماي باكت ماني لان انا عشر سنوات صرت اشوف ابوي قاعد يعطي سالوري حق العمال فانا قاعدة معاه بالمكتب كان اقول لها اهما كلهم خدوا سالوري طيب و انا قال لي انتي مو قاعدة اشتغلين قلت لي طيب اشغلني باشتغل اي شيء قال لي انتي بس خليك في الدراسة قلت له نو ايوان 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 ماي باكت ماني يعني فيه اشياء انا ما حب اطلبها منك طبعا انا عادي فيها مولا صغيرة ما حب اطلبها منك بس احب انه اشتغل وتعطيني ماي باكت ماني واروح اشتريها بس اشتغلت عند الغرباء اشتغلت عند ابوي اول شيء اشتغل طبعا كانت الله يعزك كنت اشيل اغراض الحصان طبعا كان شغل يعني يعني قلت له ماي فادر الحين انا بنتك تعطيني هذا الشغل قلي بتبلشين اول شي هيك وبعدين حقول لك ليش طب وعدك كان اول راتب اول راتب كان الف درهم مغربية وقتها لانا كنا بالمغرب واليوم اليوم شو قديش اجرى لها مريا محسين ما ما في ما في رقم له اجر بالمسلسلات قصدك صحيح بتقديم البر بالاعراس صحيح بتقديم البر والله شوفي كل شيء لها شو اسمو كل شيء لها اجرى يعني بالمسلسل 30 حلقة غير عن 90 حلقة غير عن بس انه بس بينه وبينك انه الحين ما صرت ااخد اجر كثير ما انا صرت افوت بزنس يعني يعني قبل كنت اوكي ارضي بالاجر بس الحين لا الحين النص بالنص طيب خلينا نحكي عن مريم الام عدرتك ام لطفلة اسمها الاميرة خبرينا عن الامومة اداة صعبة خاصة كان تربيت البنت بالعكس بالعكس انا كتير سمعت يعني كان دايما امي تقولي اه انا حملت فيه اكتسق شهور وتعدبت وتسويت قلت يا ليت انا اسويها كل سنة يعني بالعكس من كتر مكان اجمل ايام حياتي قلت اشوف نفسي امرأة كتير كان عاجبني شكلي وشاعري وكل شي نفسيتي وقتها كنت دايما احس هنا there is something I need to protect her I need to protect my child you know what time is احساس كتير حلو التربية بس يمكن لي انه كمان امي بتساعدني بهذا الموضوع الله يعطيها طلط العمر ماما كمان حملت عني لما كنت اسافر لشغلي لما كنت في كتير اشياء امي حملت عني بس الحمد لله انه وسبحانك يا رب الله سبحانه وتعالى انعمني بطفلة ذكية جميلة حنونة لولدتها الحمد لله بس الا نحن بعصر السوشيال ميديا وطفلتك عمره ست سنين فكيف تتعاطي معه بهذا الموضوع هل هي عندها تليفون هل عندها حساب على تيك توك لا حساب على تيك توك ما بيقبلون يمكن الا بسن معين ولكن نعم قاعد اعطيها نص ساعة ماكسموم بالصيف الى ساعة بس وقت الدراسة ابدا ممنوع كليا التليفون الا يوم الاحد ويمكن بس فيها تفتحها